بجهود المملكة في تطوير صناعة النقل البحري لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتأكيداً على التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري العملاقة أقامت تلهيئة العامة للنقل حفلاً تعريفياً بالعاصمة لندن واستعرضت فيه أبرز ما حققته المملكة في هذه الصناعة الحيوية التي تقوم عليها 90% من تجارة العالم بداية المملكة مستمرة في دعمها لبعض الصناديق الاستثمارية التي تسهم في التصدي للقرصنة البحرية وتطوير قوانين أعالي البحار وتطوير التكنولوجي في هذا المجال وغيرها من صناديق هذا الدعم والتبرع المتواصل ينبع من إيمان المملكة بأهمية دورها في منظمة البحار الدولية وتعد المملكة عضواً فعلاً في المنظمة البحرية الدولية منذ العام 1969 للميلاد ومنذ ذلك التاريخ ويتحرص على تعميق علاقاتها بالمنظمة انطلاقاً من دورها المؤثر إيجابياً في المشهد الدولي وتأكيداً على التزامها ودعمها كامل لضمان كفاءة وسلامة أنشطة النقل البحري لكونه الشريان الحيوي الأهم في التجارة العالمية لطالما كانت المملكة عضواً فاعلاً ومهمة في منظمة البحار الدولية كما أنها فاعلة في كافة اجتماعات المنظمة وعلى اتصال دائم للدول الأعضاء ونحن سعيدون للغاية بدعمها الدائم ونشاطها الفعال وتتبوأ المملكة المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً في هذه الصناعة العملاقة بسبب قفزها بالحمولة الطنية لإسطولها إلى ثمانية ملايين طن سنوياً وتسجيل أكثر من ثلاثمائة وستة وثمانين سفينة وناقلة عملاقة تحت العالم السعودي من بينها إسطول يعد الأحدث عالمياً لنقل النفط الخام والبتروكيمويات والبطائع التجارية بدر العزمي الإخباري أهلندن